من رحم إصرار على أن تولد قصة التحدي من بطون من تجرع ويلات الحروب يبسط العلم نفوذه خفاقا براية المعرفة والقوة ليحيي أرضا يباب فصار اسم القصة حقيقة على الأرض الجامعة الأمريكية الأولى من نوعها في العراق وهنا السليمانية التي زرعت بذرة الجامعة الأمريكية فيها عام 2006 إيمانا بالعلم وتقديسا له واستثمارا بمستقبل يصنعه الدارسون ويبنون به عماد البلاد اللبنة الأساس رويت بهدف إحياء عهد التعليم العراقي الذي له تاريخ منتصل في الجذور فأصبحت الجامعة الأمريكية وجهة ومحط أنظار عالمية علمية وتعليمية غير مملوكة لأحد إنما تأسست من قبل مجلس أمناء كمؤسسة مكرسة لتقديم تعليم شامل على الطريقة الأمريكية في العراق جامعة غير ربحية حفرت بصمتها بوقت قياسي وفي زمن عصيب لتحقق للعراق ما يطمح إليه طلبتها وأجيالها انطلقت الجامعة بثلاثة أقصام فقط الدراسات الدولية، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال لكن اليوم وصل عدد أقصامها العلمية المختلفة إلى 12 قسماً تسجل فيها إنجازات البحوث العلمية بمواكبة جامعات أمريكا وعلى نهجها وبقيادة أساتذة من كبرى جامعات العالم أما كلمة السر ورؤية الصرح العلمية الضخمة بنيت على مبدأ العلم الذي يسنده الدعم لطموحات طلبة كانوا يواجهون النزاعات الأمنية في دول مختلفة فكانت اللحظة الفارقة في حياة طلبة أفغان فروا من حركة طالبان خشية أن تقطع بهم طريق العلم في الجامعة الأمريكية في أفغانستان تلك الصور قد لا تجد ما يعبر عن انطباع هؤلاء الطلبة فالعراق الذي كان في أذهانهم معقل حروب وإرهاب كانت المفاجأة التي جددت نبض الطموح في أعينهم هكذا نطقت الصحافة الأمريكية بدهشة طلبة أفغانيين عسمت أحد أولئك الطلبة الذي وجد في السليمانية المكان الصحيح لتحقيق ما يطمح إليه بعد أن تبددت مخاوف ضيع مستقبله وزملائه الأفغان إذ كان لإدارة الجامعة الأمريكية موقفها بمنحهم موافقات العيش في السليمانية والدراسة في الجامعة في الجامعة الأمريكية في كابول لم نكن مجرد طلب بالنسبة لطالبان ألحقوا بنا الكثير من التهم كانت حياتنا في خطر قدومنا إلى السليمانية كان يعني الكثير لنا فتحت أبواب كبيرة لنا لم نتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية بهذه السرعة الممكنة نحن ممتنون جدا لذلك إذن هي الرسالة التي تكتب بقلم تكريس العلم سلاحا لبناء العراق والمنطقة وبروح دشنها الأولون في عهد قديم جديد يدشن مستقبلا للجيل العراقي تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين حملوا راية العلم والمعرفة بحضور يكرس تثمين الداعمين لمسيرة العلم والبناء حضور عززه رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس أقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ووزير التعليم العالي الكردستاني أرام قادر تخرج فوج جديد إذن من أبناء مستقبل يزرعون عهدا جديدا يحقق الرؤية ويحملون راية العلم ينيرون بها طريقهم وطريق عراقهم وعالمهم بتعايش وتكاتف وعنوان اسمه النجاح ومبدأه القمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر